السلام عليكم ورحمة الله أعلم بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد اجتحدث في المنتخب الوطني المغربي دائما ولائحة المنتخب الوطني المغربي لشهر أكتوبر المقبل لائحة أكتوبر اليوم انت حدث على جوج مراكز خط حراسة المرمى وخط الهجوم تكون مربع تاش أربعات الحراش وعشرات المهاجمين إذن لائحة أكتوبر مهمة جدا لأنه ممكن تكون عندنا فيها جوج مقابلة تودية تكون استعدادا لكأس إفريقيا للأمم التي تقام في يناير في الأراضي الإفوارية وكذلك تصفيات كأس العالم والتصفيات القرآن التي تجرى في اليوديوز نحن اليوم عشر في يونيو وقربت مناسبة عشر في يونيو نهائي الشامبيينس لقبال انتر ميلانو ومانشتر سيتي كل شيء يرشح مانشتر سيتي وأنا أرشح انتر ميلانو وكنت منها تصعد انتر ميلانو وكذلك إذا نبدأ باللائحة أولا الحارس مدوب الحراس الحارس الأول هو أحمد ريدة تيغنوتي حارس الويداد البيضاوي بالمناسبة الويداد البيضاوي كنتم نتمنى لها حد سعيد بطبيعة الحال المقابل اللي بقى لها 33 ساعة و 23 دقيقة كل جماهير المغربية كنتم تتظروا كنتم تحسب سويا العظة الويداد البيضاوي حتى تبدأ هذه المواجهة أحمد ريدة تيغنوتي عنده إصابة ممكن برواق لها من الإصابة ممكن في لائحة أكتوبر نشوفه دائما مقاوة الويداد البيضاوي عند يوسف موطع كذلك حالة الويداد البيضاوي المعاولين على الغداء مع الأهل إن شاء الله كما قلت طبيعة الحال مقابل بقى 33 ساعة و 23 دقيقة كل جماهير المغربية كنتم تتظروا من أجل الويداد الفوز يوسف موطع بين على تقنيات كبيرة بطبيعة الحال من مارس هنا من التصابة تيغنوتي كان دفتراب بص المنتخب وبين على يوسف موطع على مهارات كبيرة هناك المهدي بن عبيد حارس للفتح الرباطي كذلك حارس الثاني مرة استدعى وليد جراجي في لائحة يونيو استدعى جوج دائما في لائحة مارس لم يكن يدخل ولو لدقيقة في لائحة يونيو من محتمل أنه لا يدخل ولو لدقيقة ولكن نرى الآن المهدي بن عبيد في لائحة أكتسوبر هل ممكن لا لأنه يكون بدأ جريبة مع المنتخب الوطني المغريبي لأنه مهم وهناك ياسين بونه حارس إشبال إسباني بالمناسبة لأنه بالقأس الأوروبا لتاني مرة ياسين بونه أفضل حرس العالمي صعب جدا لأنه تنافسه في المركز بطبيعة الحال الآن في المنتخب الوطني المغربي مسألة التي تبدو صعبة وصعبة جدا بطبيعة الحال أنه صعب جدا وصراحة لا تكون منطقيا مسألة صعبة جدا نعم لعب إقامان لعب الجيش المالكي الذي عنده 20 سنة تكون مغربي طبيعة الحال ممكن طبيعة الحال إقامان لعب الجيش المالكي كانت تهديفيا مزيان ولكن هودت الحصة تهديفيا مجرد أهداف كمثل هذا الموسم لديه شيء تسعود للأهداف شيء جميل جدا أنه يكون لديه تسعود للأهداف شيء رائع شيء جميل جدا رائع صراحة هو إقامان لعب الجيش المالكي هناك كذلك مونير الحداد مونير الحداد لعب خطاف الإسباني كمثل لعب 27 سنة من اللعب ولو لمرة من التسلم قيادة المنتخب الوطني المغربي مونير الحداد لعب خطاف الإسباني لعب للتنقض أنه يهودون الدرجة الثانية بالطبيعة الآن نظن مونير الحداد نظن مونير الحداد 27 سنة كنا نرى هذه الدرجة التي تنظر لعب مونير الحداد المنتخب الوطني المغربي هناك زكريا بخلال كندر لعب 23 سنة لعب تولوز الفرنسي تكون أولندي ولكن بالمناسبة فرنسا الموسم الأول تتوجي بكأس فرنسا شيء جميل جدا صراحة لكي أحد الفرنسي برشح لألقاب شيء جميل جدا شيء رائع شيء مبهر صراحة شيء واعر صراحة بزف سوفيان بوفال لاعب ريال القطري هذا الجنسيان الفرنسية وهذا اختار اختيار لأنه الموسم يكمل في الدورة القطري وباقي سنة 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 نتيجة إيجابية بالمغربي أمام المنتخب البرازيل كانت نتيجة جدا ايجابية المغربي مع المنتخب البرازيل هناك عبد الرمع اللعب سيسكت لسيعة لمعاروة ولكن ألا سيسكت هو لاحظ أن البرسا او البرصة يتبعون احد الفرق نتغيث ونعرفوا ان البرصة يتبعون او لا تعيره او لا تخليه ماذا ان احمد حمودة لعب جيش الملاكي تكون مغربي بطبيعة حال كانت كانت 30 و 31 و 32 عام لعب اللي يخصو الفرصة ديره في المنتخب لانه اتبق له مرة واحدة المنتخب الوطني المغربي كان عيط له في حالة تربص مراكش وما كانش للعب كانت كان عيط احمد حمودة مني كان المدرب البوزني كان عيط له بطبيعة الحال احمد حمودة اللاعب جيد من اللاعب الجيدين من الجيش الملاكي كان افتح الطنجة كذلك لعب جيد صراحة ماذا هو الرأس الحربة كان يصبح لاعب ايش بيلي الاسباني بالمناسبة كما في الاوروبا لعب هاي اللاعب لما يتصنط باتاتا الى الانتقادات هذا اللاعب لما يتصنط الانتقادات باتاتا بصيفة نهائية لا يتصنطش يصف النصير لعب ايش بيلي الاسباني اي انتقاد اي واحد يقلبه ما يدعش يركز في كرة القدم واحنا شنا فيه نصر لعب جميل جدا صراحة هناك محمد البولديني لعب لبنطي الاسباني نوزول كندن السهامي وزهر فضاله جوالدياميق وزاليم ام الله مع فرق ديرهم بلد الوالد فضاله السهامي مؤكد ام الله ايوب الكعبي تكون مغرب ولعب السد القطاري كان مو عارق في اخر الموسم واصلا فرق ديره تركيا ايوب الكعبي من رأس الحربة الجيدة لكن في كندن كان في المنتخب المحلي وليك في المنتخب ما اعطش حاجة كبيرة شارك في الموضوع الروسي ولكن ما اعطش حاجة كبيرة لكي نكون متافقين على المسألة صراحة ما اعطش حاجة كبيرة صراحة اللي هو ايوب الكعبي وعم تكون اخر مهاجم ومهاجم الرادي في الاتلاتيكو مدريد اللي هو الرايحاني طبعا عبد الراه الرايحاني كندن عنده 19 ساينة فرصة دياله في المنتخب مع عمرو 6 عام المنتخب الوطني المغريبي الصوب طبعا تحل فرصة دياله الرايحاني ونشوفه المؤهلات دياله وحتى لين ممكن تكون الرايحاني من اللاعبين يقدر يكون جيدين احنا كنشوفهم شارك الان مع المنتخب الشبان في احد الدورات في فرنسا ما اعرف شانع لش مكان منتخب الاولمبي وصفية تشيل كاين شكرا وإلى اللقاء وإلى فيديوهات قادمة ان شاء الله